السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم إن شاء الله سنرى التطبيقات الكتابية صفحة مياه أستي إذن أكتب اسم الإشارة المناسب فيما يأتي تعتبر غابة المعمورة من أهم غابات المغرب وقد تقلصت مساحة هنا سنكتب هذه الغابة هذه الغابة بسبب عدم مراعاة قواني المحافظة على البيئة علينا جميعا أن نتعاون على منع هنا سنكتب هؤلاء هؤلاء المخربين والحد من هذا السلوك السلبي ونمد للجمعيات يد المساعدة لتنظيم حملات لتوعية الناس بأهمية الأشجار إذن الآن سنحاول أن ننصنف أسماء الإشارة حسب الرسم إذن حذف عندما يحذف الألف رسما لكنه يتبط نطقا نكتبه في الخانة الأولى عندما لا يحذف رسما فهو ينطق ويكتب نكتبه في الخانة التانية إذن هذين حذف رسما هذين حذف الألف رسما هذين تلك هنا تلك ما كنحتش ألف إذن تلك ما كنكتبهاش في الجدول لا في الخانة الأولى لا في الخانة التانية لما عندما لديه حتى شيء ألف هاتاني هاتاني هنا إذن تبت أو أثبت نطقا ورسما ورسما عفوا كان في النطق كان في النطق كان قلوه هاتاني ويثبت كذلك رسما إذن هذين هؤلاء إذن حذف الألف ورسما أقول هؤلاء إذن ما كنش الألف هذا يعني نفس الشيء ينطق الألف لكن لا يكتب سؤال موالي سؤال الثالث أختار لكل جملة ضمير منفصل مناسب وأكتبه يحب التجول وسط الأشجار إذن سأقول هو هو يحب التجول وسط الأشجار اللذين زرعتم الشتائلة أو الذين إذن أنتم أنتم الذين أنتم الذين زرعتم الشتائلة سرنا بجانب الغابة نحن نحن سرنا بجانب الغابة سقيتنا إذن أنتنا أنتنا سقيتنا أنتنا سقيتنا النباتات سؤال الرابع أكتب خبراً مناسباً لكان أو إحدى أخواتها وأشكله كان الجو لطيفاً أصبح السحاب كثيفاً صارت الآبار عميقةً ظل الفلاح منشغلاً سؤال خامس أضع اسم وخبر كان أو إحدى أخواتها في المكان المناسب كانت السحب منتشرةً إذن عندنا كانت اسمها السحب السحب خبرها منتشرةً 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 صارت النباتات المغروسة متمايلةً إذن عندنا صارتي اسمها النباتات وخبرها متمايلةً المغروسة هذه الصفة أمنع التابع لمنعتي إذن هنا الخبر هو متمايلةً متمايلةً ظلت أوراق الأشجار متساقطةً إذن عندنا ظلت ظلت أوراق أوراق هذا هو الاسم الظلت وهو معرف بالإضافة الأشجار مضاف إليه متساقطةً خبر متساقطةً إذن هذو هما الأجوبة الخاصة بتسبيقات الكتابية اتلقوا إن شاء الله فيديو جديد مع درس جديد دائماً على نفس القناة تكونوا في الموعيد إلى اللقاء